محطة مفصلية رسمت التاريخ المشرف لدولة الكويت أكثر من ستة عقود من الإنجازات عززت من مسار دولة الكويت الماضي نحو النجاح والتقدم في محطات مفصلية رسمت تاريخها لتتغلب على المعيقات وتوظف الإمكانات كفة في سبيل الإبقاء على طريق نهضتها الشاملة مستقيما ليرى من خلاله المستقبل وضاءا كما الحاضر مشرقا مسيرة بدأها الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي تحقق الاستقلال في عهده ويواصلها أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح نحو تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035 الرامية إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري إقليمي ودولي وتسريع عجلة الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية ومنذ بلاج صبح الاستقلال كيوم أغر في تاريخ دولة الكويت الشقيقة وصور التطور تلازم قطاعات الدولة الحيوية لتجد مواصلة في إنجاز المشروعات التنموية العملاقة في مختلف المجالات والتي من أبرزها مصفات الزور التي تعتبر أكبر مصفات في الكويت بطاقة تكرير تزيد على 620 ألف برميل يوميا مما يحول البلاد إلى واحدة من أكبر منتجي الوقود في المنطقة إضافة إلى المشاريع المتعلقة بالغاز الطبيعي الذي يعد من المشاريع الحيوية والتنموية في دولة الكويت ومن المشروعات الاستراتيجية التي ستشهدها الكويت لتكون نقلة نوعية في مسيرتها الاقتصادية وفي مجال النقل الجوي هي التوسعة التي تحل على بدن مطار الكويت الدولي والتي تصل كلفة إنجازها إلى مليار وثلاثمائة مليون دينار كويتي ناهيك عما تحققه برصة الكويت من نجاحات تضاف إلى العلامات الفارقة في مسيرة الاقتصاد الوطني ولعل من أهمها زيادة الاستثمارات العالمية للصناعات الدوائية في الكويت ونمو الصندوق السيادي الكويتي الذي تضاعف ثلاث مرات خلال العشر سنوات الأخيرة فضلا عن التطورات على صعيد العولمة العصرية التي جعلت من الكويت مركزا إقليميا لحفظ بيانات الشبكة العنكبوتية وخدماتها السحابية وهو ما سينعكس على اقتصادها ووضعه في مكانة مميزة بالمجال الرقمي عالميا ليكون ما ذكر غيظ من فيض ازدهار المجالات الأخرى التي يقوى بها الاقتصاد وتقوى به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر